إذن نكمل محاضرتنا وراح نشرح لكم طبعاً آخر شي شرحنا قلنا لكم وأكو أفعال تجوية ظروف مثلاً لوك تجويةها آت ثينك آباوت لبيك آوت يعني ذني جنسوية فركز على هاي ومثلاً عندك بيك آوت يعني يختار مرادفة تشوز هاي هم مهم يعني هم ركز لعليها فهذا الأمور هم ركز لي عليها البيك آوت معناها تشوز هم ركز لي عليها يعني مرادفة والبيك تجوية آوت مو أني نقل لك بيك إن لو بيك آوت لا تقولها بيك آوت يعني هاي ملاحظة مهمة هس اليوم رح نحكي عن الزيار ونشوف شون هي الزيار هنا طبعاً وهذا الكتاب طيب هنا حاتشي عن الزيار طبعاً الزيار هي بالضبط مثل بالبداية ذا تذكرون أول ما أخذنا اليونت لما نقلت لكم مفعال الكينون الزيار شون يسويهن سؤال يعني هنا الزيار هي تستخدم طبعاً لوصف الأماكن يعني كل ما يتحتاج بس يريد من عندك تعرف تركيبها وحقيقة والله العظيم والله موضوع سخيف يعني والله العظيم ما أرأ أول بتوسط الزيار تجي ويليز 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 طبعاً الزيار لين هاي جمع ومفرد ويليز بنا فيه يقول ذيار إزينت بالجمع أقول ذيار بنا فيه مؤمار الجمع أقول ذيار آر موتس سؤال أقول إس ذيار سؤال أقول آر ذيار بالنسبة إذا كان عندي سؤال معلومات نفس الحالة ونفس النظام هي ذيار الفاعل فراح أصير مثلاً مثلاً هو جايب لي مثلاً قال لي ذيار آر انت اناف اناف بيبل سيرفن خوت فود أقول له ويريز ذيار آر مثلاً ستودينت فوركينج وإلى آخر يعني نفس النظام ونفس الحتي ونفس القواعد اللي نطيتكم إياها نحط الوير ونحذف الشي اللي نسأل عنه يعني الذير هنا هي فاعل بمعنى هنالك أو يوجد غيرها ماكو لا تتعب نفسك ولا تشوفها شي غريب ولا كذا أمور بسيطة وسهلة توكل على الله طيب هس اليوم راح ناخذ راح ناخذ ضمائر مهمة بصفحة على فقرة 13 واكتب لي ملاحظة يمك اكتب لي ملاحظة يمك هناك نوعين من الضمائر هناك نوعين من الضمائر في الفصل الثالث في الفصل الثالث هناك نوعين من الضمائر او هناك نوعين مهمو مشكلة هناك نوعين من الضمائر النوع الاول يسمى ضمائر التملك النوع الاول يعني انا كل اللي اريده من عندك حتى ما اطول عليك اريدك تكتب لي ملاحظة على هاي المجموعة هاي المجموعة اللي هي اي هاي اي اي اكتب لي ملاحظة جوها بالكتاب بالدفتر وين ما تريد تكتب اكتب اكتب لي في المجموعة اي يجب ان يأتي بعد هذ يجب ان يأتي بعدهم بعدهم اسماء لازم يجيني وراهم اسم في المجموعة اي يجب ان يأتي بعدهم اسماء هاي المجموعة لازم اللي يجيني وراهم اسم هاي المجموعة لازم اللي يجيني وراهم اسم هاي اول ملاحظة الملاحظة على بي اكتب لي في هذه المجموعة في هذه المجموعة يجب أن يأتي في هذه المجموعة تأتي في نهاية الجملة هذه المجموعة تأتي في نهاية الجملة ويأتي بعد هذه الضمائر الضمائر البي ويأتي قبلهم أفعال كينونة دائما يأتي قبلهم أفعال كينونة في الغالب لا تكتبون لا تكتبوني تأتي في نهاية الجملة كافي تأتي في نهاية الجملة كافي لا تكتبوني تأتي في نهاية الجملة تأتي في نهاية الجملة أفعال كي من القرور اشترك من القرور تأتي في نهاية الجملة أو تأتي في نهاية الجملة أو تأتي في نهاية الجملة تاعدل لان بلا خير اكتب لي ملاحظة عن الهوز اكتب لي ملاحظة وهي اداة سؤال وهي اداة سؤال عن الملكية اداة سؤال عن الملكية يأتي بعدها اسم دائما يأتي بعدهم اسم دائما بعدها اسم اسم دائما اسم دائما اسم دائما اسم دائما اكتب لي ملاحظة مهمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هل أنت واقف؟ نعم أنا لا أنا هل أنت ترجمة نانسي قنقر؟ هل أنت ترجمة نانسي قنقر؟ هل أنت تستمتع؟ نعم أنا لا أنا كيف؟ هل أنت تستمتع؟ ايه طيب بس هنا هسه اذا تلاحظون كل هذاني كل هذاني جوابهن يس او نو ليش لان بادية بفعل مساعد شن السبب السبب لانها بادية بفعل مساعد اذا بدتك بفعل مساعد جوابك راح يكون يس او نو اذا بدت الجملة بفعل مساعد راح يكون الجواب يس او نو بينما هنا من قيل لك وير لازم تجاوب عن اسم مكان ويراريو سيتنج اقول لك هذا وكذا فتح اللي يس او نو هل تعمل في المدرسه؟ خلاص هل تعمل في المدرسه؟ هل تعمل في المدرسه؟ هل تعمل في المدرسه؟ هل أنت تتعلم، هل أنت تتكلم، هل أنت تتكلم، هل أنت تتكلم، هل أنت تتكلم، أخy一個؟ هل أنت تتكلم، أمزل بالضلما؟ لكني فعلت العيش من أجل، فرلو، إثمانات سؤال معلومات، وقالتك، كون سؤال معلومات، يعني انا من قلت لك هل تأكل دولما؟ اريدك تكون ليها السؤال اريدك تسوي ليها السؤال تسألي عن الدولما شا راح يكون سؤالك راح تقول what are you eating what are you eating لا اكفر ولا اقل هذا مثلا 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 انظر الى انا قلت له what are the student looking at الطالب على شانه قاعد يباوع الجواب بلاك بورد طبعا هذا جواب كيفك انت بس هو اهم شي اكون سؤال معلومات على هاي الجمل اي جملة او حط مضارع مستمر لان احنا زمننا مضارع مستمر من ويقدر يحكي لي عن مثلا ايت يا اكل ريد يا اقرع من يقدر يكون لي جملة عن الريد يسوي ليها السؤال اكتب ليها مشكلتكم شين هي مشكلتكم اكبر مشكلة قاعدة اشوفها صار لي سبع سنوات ادرس طلاب جامعة سبع سنوات صار لي يعني بعدك انت طالب احتمال ثارف متوسط انا ادرس جامعة مع كل الحب والاحترام لكم يعني مشتنقاصا بشأنكم بس صار ليش قد ادرس اكبر مشكلتكم يا اخي امشي على القاعدة يا اختي امشي على القاعدة انت عندك قاعدة امشي عليها انا عندي ايت ياكل هو قايل لك كون لي سؤال عن الياكل امشي على القاعدة احط سؤال اداة السؤال وات نزلته وراء اداة السؤال القاعدة تقول ار نزلت الار فعل الفاعل يو حطيت اليو ايت ايت حطيت لاي انجي انا ما جبت شي من جيبي لا غيرت لا استبدلت كل شي ما سوينا مجرد بس حطينا القاعدة وتجربنا عليها لا سوينا بل لو تمشي على القاعدة ابد ما يصير اي مشكلة وياك بس مشكلتنا ما قاعد نمشي على القاعدة مثلا هنا يقول هنا بهاي الجملة شي يقول طبعا هنا تمرين دي يقول كيمبوز سيكونز او تو سنتينسيز انا اريدك تستخدم الذير لا اكثر ولا اقل يعني مثلا قايل لك هو اش قايل لك استخدم لي جمل من عندك وحط للذير مثلا عندي ستارس نجوم مثلا اقول هناك نجوم في السماء مثلا هناك ماء في البحر هناك ماء في البحر ليش قلت لان الوتر مفرد يعني فانا قلت احنا اخذنا القاعدة اذا ردتها نفي اقول اذا سؤال اقول لا اكثر ولا اقل حارة النفي حارة السؤال اي شي بكيفك ما عنده اي مشكلة المهم تستخدم الذير وتحط وياها الاسل والار وتحط وياها الكلمة انا عندي كلوتس كلوتس جمع اقول هنالك نفط هناك نفط في العراق هنالك نفط في الزو في حديقة الحيوانات. هناك أشجار في الغابة. هناك أشجار في الصحراء. لا يوجد أشجار للصحراء. الآن كل هذه الجمل بس مجرد حطيت الزيارة لا أكثر ولا أقل. تمرينه في يقول ريبيت ذا سنتنس. باي. آدينج. برونون. أو. إن. آبريت. يقول ويديو صايمينت. هنا يريدك تحط ضمائر. إحنا مو ذكرنا ملاحظة قلنا ضمائر المفعول به يجوني قبل الفاعل. الفكرة بهذا التمرين. راح أدور على الفاعل. وين الاسم. عفوا يجيوني قبل الاسم. إحنا مو قلنا ضمائر. ضمائر يجوني قبل الاسم. طيب. هنا ش راح أسوي. راح أقول هنا. يقول. I eat breakfast at 7 o'clock. يصير يقول. I eat. I eat. لا. أحط. أحط الماء قبل البريك فاست. راح أقول. I eat. ما يبراك فاست. أنا أكل وجبة فطوري. ليش خليتها قبل الاسم. لا أكثر ولا أقل. We have. We have English class. نعم. We have. We have our. We have our English class. We have our English class. We have our English class. ليش خلينا أور. لأن الفاعل وي. أو حطينا قبل الاسم. ففكرة هذا التمرين. نخلي ضمير مناسب. قبل الاسم. قبل الاسم. يعني مثلا. أنا عندي هنا. مثلا. على سبيل المثال. She is wearing a new dress today. ترتدي. يعني درس جديد. هنا. راح أقول. راح أحط هير قبلها. يابا. ليش خليت هير. لأن هي فتاة. حطيتها قبل الاسم. هي خرص. يصير حط هز. ما يصير حط هز. هز هاي للعاقل. للمذكر. تمرين جي هذا. تطبيق عملي بالجامعة. هو وأتش. تطبيق عملي. ما بي أي شي يعني. ما بيفد شغلات. يعني. تحتاج. تحتاج. هذا التمارين البقية عندك تمرين. أي. يقيل لك. تطبيق عملي. يعني. أشير إلى واحد من جسد. من أعضاء جسدك. إيدك أو كذا. وأقول. ذس إزماي. لفتح فوت. هذه. يدي اليمنى. وهذه. يدي اليسرى. وذراعي. يعني. أشياء عامة. تطبيقات عملية. ذنن كلنا أشياء تطبيقات عملية. يعني. ما نحتاج. ندرسهم. يعني. لأنه غمى بالامتحان. اللي أستاذ يقول لك. أحكي لي عن. عن إيدك. وكذا. لا. هي تشي ما تجي. يعني. إحنا كجامعات. ما تجي يعني. هذا التمرين هنا. أيضا مو مهم. اكتب خمس جمل. باستخدام الذير. يعني. ما أعتقد. حتى إذا أجاب لك إياها. معقول لما تقول. there is book, there is been. هاي أشياء بسيطة. تمرين C ممكن يجي. يعني. يريد أن نضيف أس الشخص الثالث. إحنا خذنا قواعد إضافة أس الشخص الثالث. قلت لك. إذا كان الفعل منتهب. أوه. أضيف لأي أس. إذا منتهب. ما نسوي لك إنا. نقلب الواي إلى آي. ونضيف. إي أس. ونضيف إي أس. هاي الملاحظات اللي ذكرت لكم إياها. إخلق أيضا يكييها. يقري. إقفاء الجانب. أعمل الأيام وأشرحون. أعرف لأي أطلاقs عدة أطلاقات. لمدة سيطة. طبعاً أض sturdy لأ pron EVERY. طبيعا على النخصiber نضيف آها بأجداء الأل pains. 중 IKEA bigube. يديه كเพيطي. طبعا ، قرأ أيضا ما كان أشرحون بأي أطلاق ر fret. هاي أصبقه ووووووووووووووووووووووووووووو. تغيير معلومات السؤال فهو يستمع الولد الطويل عن شو نسألني؟ عن شو نسألني؟ عن الولد هوم هنا راح نستخدم الهوم خلينا نكتم ملاحظة إذا كان إذا كان إذا كان الولد إذا كانت الجملة تحتوي على عاقل في نهاية الجملة إذا جان العاقل بالنهاية نصيغ السؤال بهو نصيغ السؤال بهو ونفس الخطوات نتبع لإكمال الحل نصيغ السؤال بهو ونفس الخطوات نتبع لإكمال نفس الحشي ونفس النظام ما راح يتغير أي شيء فنفس النظام مثل ما ذكرنا والحشي نفس الخطة ونفس النظام انفاميشن غير عاقل نحن نستخدم وات نفس الحشي ونفس النظام هذا هذا تمرين أريد ينحل وأريد أريدك تبعث للحل بالتعليقات حتى تستهل عليك الحل وحتى تقدر يقول هنا 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 دكشنري دكشنري على السابق بالتعليقات على السابق هنا هنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر